هاي صبايا انا سارة اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو رح قدملكم موضوع جدا مهم يعني بدي اياكن تفتحوا عيونكن واداناكن كتير منيح الزكاء النظري والزكاء السماعي مو يكونوا عم تطلعوا علي والزكاء السماعي مو شغال لا فتحولي ووصلولي الاثنين لحتى توصلوا المعلومات لدماغ ونفتح الخلايا ملايين بلايين الخلايا اللي مسكرة على المعلومات المفيدة اليوم رح نحكي عن الاخطاء والتنبيهات اللي ممكن تدمر حياتنا تدمر صحتنا لحتى انو نحصل على خسر نحيل او ننحف اليوم رح نحكي عن شائعات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وسائل في وسائل التواصل الاجتماعي يس لكن بداية بديكن تعزروني على صوتي رايح ايوه هدولة يا ستي انا لحكيكم قصة قصيرة فانا التزمت بغرف الكرايو هدول الناقص 140 درجة تدخلي فيها هيك بعد الرياضة فعلا جدا رائعة لحتى تساعدك على الريكوفوري بسرعة وبالاخص للناس اللي بيعملوا رياضة كتيرة لكن انا بالغت فيها شوي صرت رحلة كل يوم المبالغة جدا سيئة الحمدلله انتهت عند انو صوتي شوي راح لكن مع هيك انا اجيتكم بهذا الفيديو لحتى احكيكم عن الكوارس اللي بتصير في وسائل التواصل الاجتماعي بليز بليز فتحولي ادنايكم وعينيكم كتير منيح للمعلومات اللي راح قدملكم ياها اليوم واسمعوني للاخر ما حاجيكم غير بالمختصر المفيد ان شاء الله اول الشي عزيزاتي بالنسبة للنظام الغذائي النظام الغذائي الصحيح متل ما علمتكن هو الامتناع عن قائمة الممنوعات اللي هي الاربعة لكن في بعض الاشخاص بحبوا يستسهلوا الطريق يتبعوا الطريق السريع اوكي فبيشوفوا في عندك ناس والله التزمولك بنظام البيض نظام الفجل نظام الاندومي وسموه نظامها يعني سموه نظام غذائي شلون ضبطت ما بعرف فبيروحوا بيداوموا على اكل الفجل لمدة سبعة ايام او اربعة عشر يوم والله يكون بعون يلي بعيش معهم بنفس البيت فجل كارثة كارثة يعني انتو بتتخيلوا انو تحرموا جسمكن من كل شي نحن شو هي الفوائد الغذائية القيم الغذائية اللي بيحتاجها الجسمنا درسناها كمدرب رياضي وحتى درسناها يمكن بالضغر علموناياها البروتين الكاربوهدرات والدهون فيجي يقولوا لك بس فجل يعني ممكن يكون سكر وممكن يكون فيه شي تاني الله اعلم ما عمل دراسة عن الفجل عم بعطيكم مثال فقط فشو بيصير بجسمك لما بتحرميم الدهون والبروتين العضل انسي شي اسمه عضل ايه طبعا ما بدي عضل ايه طبعا ما بديك عضل حيصير عندك تراهلات واضحة الرؤية من البداية لازم توضح الرؤية اليوم الدهون المخ المخ سبعين بالمئة دهون لما بتحرميم الدهون شو بيصير فيه الزاكرة تضعف التركيز بيخف القلق والتوتر بزيت فهمتوني عزيزاتي انسولي شي اسمه نظام غذائي يعتمد على نوع واحد من الاكل لأ وفيه الاحلى واحدة بتكتب لي بتقلي شو رأيك بنظام الاندومي ريجيم الاندومي لك شو اندومي يا بنتي فيه طفل بالصين مات من ورا الاندومي وعلى السيرة انا ما بدي جيبكم باحداث سلبية لكن خليني يعطيكم بس امثلة كان عندنا رفيقنا رفيقنا مدرب رياضي هو مدرب رياضي لكن كان شوي يعني نحن حتى ما احد خالي من الاخطاء حابب يبالغ بالموضوع ويعمل تنشيف تام لجسمه فقطع الكاربوهدرات اقطع السكر تماما شوفوا الكاربوهدرات المعقدة ها والبسيطة انا لما بقلكم الممنوعات السكر يعني الكاربوهدرات البسيطة ركزوا معي بعرف انا ما حدخلكم كتير بمتاهات الكاربوهدرات اليوم بس خلوكم معي شوي ركزوا اقطع الكاربوهدرات المعقدة يعني الرز البطاطا الخبز الاسمر الخضروات صفر وقال بروتين ودهونه بس طيب انت جسمك من وين بده وطاقة شوفوا شو صال بهاد راح عنده مسابقة جري كان عندنا مسابقة جري ورحنا نشوفه يعني هو مشجعه وكزا عمره 30 سنة وطلع بالمسابقة ودعنا وراح وكان هذا اخر ودعق له مات مات يعني الكاربوهدرات القلب عضلة كمان بده طاقة عم يطلع هيك الجسم له تقريبا شي ست شهور بدون كاربوهدرات كاربوهدرات ودخلت عم يطلع مسابقة جري وجسمك ما فيه سكر وما فيه مصدر طاقة عضلة القلب شو بدي يصير فيها انا ما فيني يشتغل يا اخي بدي يوقف خلص انا ما عاد فيني وقفت عضلة القلب ومات بعيد الشرع عن قلبكم يعني الله يرحمه بس خلينا نتعلم من اخطاء غيرنا خلينا نتواعع شوي يجي حدا يقلكن ريجيم نوع واحد من الاكل بتشيلوا هيك وعلى وجه هيك مباشرة عن جد فبتعدوا عن هاد الموضوع تماما لا اسبوع ولا اسبوعين ولا حتى يومين جسمك بحاجة لفيتامينات ومعادن تكون متوازنة فريق كرة القدم بيلعب بيلاعب واحد بس بيكون فيه عنده دفاع بيكون فيه عنده هجوم بيكون فيه عنده حارس مرمى وجسمك نفس الشي هبطيله بس حارس مرمى وقال له يلا فوز بالمبارع احمين يا جسمي بنوع واحد من الاكل البيض لا بتطبي فيها ديروا بعلكون الله يرضى عليكم لو خسرت وزن بتخسروا بس مو وزن يعني مو الدهن اللي بدنا نخسره بتخسروا سواء لانا عملت مقابلة مع دكتورة خولة وحكينا بحبيت الاول الشي قدم لكم هاي المعلومات من فم طبيب وبعدين اجيتكن انا لحتى وضح لكم فكرة لذلك لحتى ما عيدوا اسئول كتير واضحة الرؤية لا ريجيم نوع واحد من الاكل ولا يجيكن حدا بريجيمي قلكن ها هاي يوم هاي يوم كل يوم بيوم وبتاكل يوم ريز يوم بطاطا يوم صدر فروجي لا 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 ما حدا بيعرف انت شو انشطك اليومية ما حدا بيعرف انت شو يلي عبتعمليه او شو جسمك بحاجته لذلك ما تاخدي نظام غذائي مرسوم بالكمية والنوعية من حدا ما بيعرفك شخصيا فيس تو فيس ومانو اخصائي تغذية شوفي مو بس مانو اخصائي تغذية مانو بيعرفك شخصيا فيس تو فيس يعني انو انت بدو يشوفك بدو يحكي معك يعرف ايشو هي انشطك لحتى بداءا على يرسملك خطة نظام واشو الاكل اللي بتحبيه شوفوا اليوم الحلبي من قد ما حكيت مع حلبياتهم بدبي ايشو ياس النوعية الاكل بتحبي ليش لاني لما مناخد هاي هاي نظام غذائي خلاص انسي الموضوع انا باكل صدر فروجي اليوم وبعدين شو بصير فيك ما بتحبي الفروجي بتتركي وبتملي ما عاد فيني بلا نظام غذائي بلا ريجيم بلا بطيخ هادا اللي بصير لذلك انا جيكم بقاومة الممنوعة لكم مقالي سكر وملح وحلويات بتعدوا عنه تدريجيا تدريجيا والله اللي ما بياكل سكر بتلاقيه بعد فترة لما بداياكل سكر ما بياحسين مع اني بيقيل لك انا من خمسة سنين كنت مدمن سكر لكن بيجيكي خلاص بس اطعطيه تدريجيا خلاص معت فيكي والمقالي اللي ما بياكل مقالي لفترة معينة مستحيل تحسي هيك تلعي معتو بس اطعن خلاص لذلك انا بقولكم تدريجيا هذا هو المنهج يلي انا جيتكم فيه النظام الغذائي انتي النوعية بالتقررية والكمية حكيت حسب نسب الشبع لذلك لا نظام غذائي بنوع واحد ولا نظام غذائي مرسوم بالكمية والنوعية من حدا لا بيعرفنا ولا منعرفه والنقطة الثانية والاهم عزيزاتي هي التمارين الرياضية وكيف نختار مدربنا الرياضي لازم تعرفي انه المدرب اللي عم تشتغلي معه حاصل على شهادة معتمدة بالتدريب الرياضي اوكي وتكوني انتي مرتاح تيلو لان انتي اذا معلك مرتاح على هذا الشخص ما فيك تتمرني معه وممكن يصير عندك ردة فعل عكسية او سلبية للرياضة كرهتي المدرب كرهتي شيء اسمه رياضة اثرت على حياتك مستقبلا الضيطية قاعدة واكل وشرب وكلمة خطر عبالك شيء اسمه رياضة تتذكري المدرب اللي يعزبك وتعبك بالتمارين وكرهك حياتك او تتذكري المدرب اللي سببلك مشكلة بأسفل الظهر او سببلك مشكلة بالمفاصل ومات عيدية واثرت على حياتك سلبا وصار معك الامراض والسن لا سمح الله لذلك اختيار المدرب جدا مهم تعرفي انه هذا الشخص عنده شهادة مدرب رياضي معتمد انا شايفة بالجمات كتير بيحطو بالجمات وجمات يعني متل ما بيقولوا سوبر دي لوكس بيحطولك استاذ او قانسة ما بعرفش بيقولولون قانسة صف كنة او هيك بيكون جسمة حلوهية صبية صغيرة جسمة حلوه يلا يلا دربي عمليلة تمارين رياضي طب حرام هدور العالم امانة برقبتكن كيف تحطوا حدا ما عنده علم يعني جاهل بعلم التشريح بيجي بيقولك والله انا مدرب صباحة اخي كون انت شامبيون بصباحة معك ميدالية زهبية بالصباحة كون لاعب الطب بالأولمبيكس بس ما تكون مدرب بالرياضة لا تدرب ناس انت درست علم التشريح انت لعب سباحة روح قطع لي كيلو متر سباحة بالبحر اوكي على عيني وراسي الشي حلو لكن انت درست علم التشريح يا عزيزي انسة صف درست علم التشريح ما درست ما نحن شفنا الجسة حطونا ياها هيك قدامنا بما درسنا اخدت شهادة التدريب الرياضي حطونا كنا عملنا ست شهور درسونا الفيزيولوجي الاناتومي للجسم الانسان والعضلات الاوتار المفاصل الجهاز العصبي العضلي كل شي لحتى نعرف كل عضلة كيف بتشتغل وكيف بتتحرك وكيف الحركة الغلط المدى الحركي لكل عضلة لان في شي اسمه مدى حركي عملتيا غلط اثرت عكسا على المفصل العضلات والمفاصل مرتبطين ببعض حطونا الجسة بالاخير قدامنا وفرجونا اياها هيك بدك تشوفي بدك تصيري مدربية بدك تشوفي بدك تتعلمي مثل ما النقطة التانية اذا بتشوفوا مثلا انا لما بيحضروا بناتي بدبي بوت كامب مع انه درسو انا ما باخد one to one ابدا ولا بدرس personal training ابدا لاني انا بحس انه الافادة بتكون والموتوفيش بتكون بتدروس الجماعية وانا هذا اللي بستمتع فيه انا بعمل الشي اللي بستمتع فيه فبشوف وحدة عم تعمل حركة غلط بروح بنبهها مع انه درس جماعي وما بكمل الحصة لحتى شوفها جلست اذا ما قدرت تتجلس وتتابع معنا الحركة مظبوط بعدلنا ياها لحركة اسهل وهيك بتكون عم تشتغل صح اوكي التعليمات اللي بعطيكن ياهم باليوتيوب اسناء كل وضعية او حركة مو بس بنطتكن يلا نطي يلا لا 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 وقفنا على ايدينا طريقة صحيحة لا توقفي على ايديك وقفنا على ركبنا قعدنا على ركبنا ووقفنا قعدنا على ركبنا الطريقة الصحيحة تشوفي هذا المدرب عنده ووعي عم يعطيكي تنبيهات ولا ايه خلاص بتعمل الحركة وخلاص وجعني ظهري كملي 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 وجعتني ركبتي كملي 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 لا لا هذا اللي فايس تو فيس بس اللي على الانترنت وبيقولك يلا عملي وهو بنزل وبطلع وبنزل وأنت ما لكفهم عنيش لذلك عزيزاتي لازم تعرفوا تنتبهوا لهين نقطين الجدا مهمين وأنا بناء على هذا الموضوع جاني رسائل بخصوص البنات اللي عندهم آلام بأسفل الظهر وما بيقدروا يعملوا التمارين أو بالركاب معني نزل التمارين لمشاكل الظهر لمشاكل المفاصل لكن شيء في شيء اسمه كمان إلى جانب علم التشريح إلى جانب الأناتومي في شيء اسمه درسته الCorrective Exercises يعني أنت ممكن تحسي بمشكلة بضهرك أو مشكلة بركبتك أو مشكلة بكتفك تحطي له تلج فيه علاجين علاج سلبي وعلاج إيجابي تحطي له تلج تحطي له شيء شغلة تحسي أنه خلص أوكي يعني عدى الألم لكن مع الأيام ممكن يصير ألم مزمن وهيك بيصير عنا الألام المزمنة لذلك أنا إن شاء الله رح حاول أعملكم حلقة من الCorrective Exercises أو التمارين المصححة لوضعيات الجسم لأن كل وضعية جسم غلط بتعملك أهلام مزمنة كل إصابة عدت مع كمادات التلج والإطالة بتعملك أهلام مزمنة لذلك أنا حاعملكم تمارين للشيء اللي درسنا بمنهج الCorrective Exercises وهو منهج معتمد من الNASM National Academy of Sport Medicine بعرف ما حيصير عليه مشاهدة كتير لأني نحن ما منهتم بألام المفصل أو ألام الظهر أو ألام الرقبة نحن منهتم بالخسر الناحيل وإذا صار عنا الألم وحطينا له الكمادات أو راح الألم بعدين منتجاهل الموضوع نحن شعب فقط بيقوم لحتى أنه يشتغل على المشكلة لما تحدث ما بنعمل على أنه نتجنب المشكلة أو نشتغل على علاجة قبل ما تحدث ياس عزيزاتي بالرغم من أنه صوتي رايح اليوم والله براسي هذول المعلومات من ثلاثة ياما نعم أقول بدي لحكيون بدي حكيون ما يعني ما خلص طفح الكيل وتفتح صح هذا كان كل شي لليوم إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي اللايك والاشتراك بالقناة إذا كنت بشاهدة جديدة أحبكم كتير شوفكم بعدين باي